اتهامات أرمانية لأذربيجان بإعلان الحرب مع تجدد المواجهات العنيفة بين البلدين اللدودين في منطقة ناكورنين كارباق توترات واشتباكات تأتي وسط دعوات التهدئة فماذا وراء تجدد الأزمة ومن هو المستفيد؟ من جديد تنضم إلينا كارولينا وتشرح لنا الآن تاريخ الخلاف بين أذربيجان أرمينيا وقصة إقليم ناكورنين كارباق تفضل لكارولينا أهلا بك يوسف القصة فعلا تحتاج إلى رحلة في التاريخ وإلى بدايات القرن الماضي سنستعرض كيف بدأت فبعد الصراع بين الدولتين الجارتين الذي كان أكبر من مناوشات حدودية بل يرقى إلى عداء تاريخي تعود فصوله الأولى إلى حقبة الحرب العالمية الأولى تحديدا عام 1918 حيث اندلعت أول حرب بين الطرفين واستمرت لما يقرب أربع سنوات وفي هذه الفترة امتدت بؤر الحرب إلى مناطق مختلفة في القوقاز فوصلت إلى مرتفعات قرباخ نقطة الخلاف المستمرة حتى اليوم خلال الحرب العالمية الأولى سعى الأرمن لإنشاء دولتهم المستقلة في مناطق في القوقاز بدعم أنذاك من روسيا القيصرية إلا أن الدولة العثمانية سارعت للقضاء على حلم الأرمن فارتكبت وفق حقائق تاريخية مذبح راح ضحيتها أكثر من مليون مواطن أرمني وفي الفترة ذاتها دعم العثمانيون أذربيجان وهنا بدأت أولى فصول العداء بين الجارتين والذي تم التغذيته من تركيا وروسيا لسنوات إقليم كرباخ أو جبال الحديقة السوداء منحته روسيا لأذربيجان منذ نهاية حرب الأربع سنوات وهو ذات غالبية أرمانية فظل الإقليم نقطة ساخنة على خارطة المنطقة وفي عام 1988 شهد الإقليم هجمات عنيفة من جماعات أرمانية تطالب بالانفصال عن أذربيجان في الفترة نفسها بدأ تفكك الاتحاد السوفيتي فتم الإعلان عن استقلال أرمينيا من جهة وأذربيجان من جهة أخرى وبعدها بفترة قاد سياسيون طالبوا باستقلال إقليم كرباخ وإنشاء دولة مستقلة وطلبوا اندعمته أرمينيا وهو ما زاد غضب أذربيجان وعام 1992 اندلعت حرب بين الطرفين في إقليم كرباخ استمرت عامين وانتهت بوقف إطلاق النار بوساطة روسية أمريكية فرنسية ورغم عدم نشوب حرب جديدة إلى أن النزاع اليوم تجاوزت دولتين الجارتين ليصبح صراع نفوذ بين تركيا وروسيا للمزيد معنا من موسكو الباحث السياسي بسام أهلا وسهلا بك أستاذ بسام دعني أبدأ اليوم بعد هذا العرض التاريخي من المستفيد ولما عادت حدة التوترات بين أرمينيا وأذربيجان يعني المستفيد الأكبر مساء الخير عليك وعلى مشاهدين سكاي نيوز المستفيد الأكبر من هذه الأزمة هي تركيا لأن تركيا تريد أن تضع لنفسها يد طولة في منطقة الكوكاز أكبر دليل على ذلك أنه البارحة فقط انتهت المناورات العسكرية الاستراتيجية كافكاز 2020 والتي شاركت بها قوات أرمانية إلى جانب القوات الروسية اليوم صباحا تم الاعتداء على أرمينيا أو بالعكس تأتينا الأخبار متضاربة الأرمان يقولون أن الأزربيجان بدأوا والأزربيجان يقولون أن الأرمان بدأوا لن أعود إلى التاريخ فقد ذكرت كل التاريخ الذي يخص هذه المنطقة ولكن أستطيع القول أن هذه المنطقة هي جرح نازف منذ زمن وهذا الجرح مؤلم لروسيا بشكل كبير لسببين السبب الأول أن أرمينيا هي عضو في منظمة اتفاق الدفاع المشترك الذي يضم روسيا وروسيا البيضاء وكركيزيا وكزاخستان وطجكستان إضافة إلى ذلك أن أزربيجان لديها علاقات مميزة مع روسيا أيضا وعلاقات اقتصادية قوية وسياسية قوية ناهيك عن أن في روسيا نفسها حوالي 30 مليون لماذا لا تتخذ بروسيا من التفاقية الدفاعية التي وقعتها مع أرمينيا وتتدخل وتضع حد لتلك الممارسات في تلك المنطقة سأجيبك سأجيبك دعيني بس أكمل الطرف المؤلم الآخر لروسيا أن في روسيا لا تنسي أنه يعيش حوالي سكان روسيا الاتحاد الروسي 30 مليون مسلم هؤلاء المقيمين بشكل دائم والذين يحملون جنسات روسية وروس بشكل كامل يضف إلى ذلك حوالي 7 إلى 8 مليون مسلم يعيشون في روسيا بشكل غير شرعي وبالتالي يكون عدد سكان روسيا 25% منهم مسلمون فمن ناحية لا تريد الصراع مع أزربيجيان ومن ناحية أخرى لا تريد أن تدعم أرمينيا ضمن هذا الاتفاق العسكري الذي ذكرته لك لسبب وهو أن إقليم ناجورني كارباخ لم يعترف به من أي دولة في العالم حتى أن روسيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية سلاستهم استخدموا حق النقد الفيتو عندما قامت محاولة في مجلس الأمن للاعتراف بهذا الإقليم وضمه إلى هيئة الأمم المتحدة يعني الاتفاق نص العسكري على أن روسيا أو كل دول مشاركة هناك دفاع مشترك بينهم كما في الناتوك في حال اعتداء على الأراضي العضو المشترك في هذه الاتفاقية يعني كما قدمت روسيا المساعدة شفاهيا وكانت جاهز للتدخل في بيلاروسيا بناء على هذا العقد بالمناسبة العقد الاتفاق الشراكي يعني الدفاع المشترك أيضا أرمينيا لم تطلب من روسيا حتى اللحظة أن تقوم بدورها كعضو في هذه المنظمة للدفاع المشترك إضافة إلى ذلك يعني روسيا تتخذ موقف المحايد وموقف الصديق يعني تطلب الجميع ليسلسوا إلى طاولة المفاوضات أضيف إلى ذلك الناتو يطلب الجميع ليجلسوا إلى طاولة المفاوضات الاتحاد الأوروبي يطلب من الجميع الجلوس إلى طاولة المفاوضات بينما تركيا يبدو أنها لم تشبع من الدم الأرمني الذي تم سفكه عندما قامت مزابح الأرمن ليأتي اليوم ليشجع على النزاع تركيا الوحيدة التي تصرح أنها تدعم أزربيجيان بكل قوة ممكنة سواء عسكرية أو غير عسكرية في حال الحرب مع أرمينيا بينما نجد الناتو وروسيا والاتحاد الأوروبي يقول للجميع اجلسوا إلى طاولة المفاوضات لأن هذا الإقليم هو إقليم ساخن منذ قرون يعني لا يمكن أن تسمح روسيا بقيام حرب في القوكاس شاملة سنجد أيام حارة قليلة يومين أو سلاسة ولكن لدى بوتن من الكاريزما ما يكفي ليقنع الهام عليف الرئيس الأزربيجاني ونيكول باشنيان الرئيس الأرمني على إيقاف هذه الحرب والجلوس إلى طاولة المفاوضات على الأقل تقدير العودة إلى منصة مينسك العاصمة البيلاروسية التي كانت فيها الحوارات قائمة في عام 1994 عندما أقيمت الهدن شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا من موسكو البحث السياسي بسام البني إذن يوسف استمعنا إلى ضيفنا من موسكو ويعتبر أن الرئيس الروسي سوف يتدخل لحل هذه التوترات التي اندلعت بين أذربيجان وأرمينيا وفصل ضيفنا أسباب هذه التوترات وتجددها واضح أن أردغان يريد ملفا ساخنا آخر لتقوية التيار القومي في الداخل بحسب ضيفنا يريد دم مزيد من الدماء على الأقل يريد شيء يفاوض فيه موسكو على ملف آخر واضح بأن الموضوع هنا ليس موضوع كبير جدا وإنما قد تكون تكتيك تركي جديد كما حدث في ليبيا وفي سوريا شكرا جزيلا لك كارولينا شكرا جزيلا لك شكرا لك